مئة يوم لا تزال تفصل ليبيا عن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول المقبل لكن أغلب المؤشرات تدفع إلى عدم الإفراط في التفاؤل فكثير من العراقيل لا تزال موجودة أمام طريقي هذا الاستحقاق المنتظر أبرز هذه العراقيل القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات التي لم تقر حتى الآن بعد عز متلقي الحوار السياسي عن التوافق على أصدارها فالضمع نيات التأجيل إلى أجل غير محدد لحسابات عدة منها ما يتعلق بالخوف من النتائج أو برغبة التمديد للسلطات الجديدة أو بانتظار تحولات ميدانية قد تغير التوازنات المسيطرة حاليا على المشهد الليبي إخفاق ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات دفع مجلس النواب إلى صدر قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر وبشكل أحادي مما أثار حفيظة المجلس الأعلى للدولة والذي عد الخطوة خرقا لنصوص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري التي تلزم مجلس النواب بضرورة التشاور معه للزار التشريعات اللازمة للانتخابات وعلى حين تتواصل الضغوط الدولية من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر تختلف المواقف في الداخل الليبي بين جهات موافقة بشدة على الموعد وأخرى قابلة بشروط وجهات معرقلة للجهود الأممية بشكل معلن أو خفي وصولا إلى مهددين بعودة الحرب والانقسام إذا نظمت الانتخابات المبعوث الأممي يانكوبيتش في إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أكد أن الانتخابات ضرورة سياسية وأمنية تضمن استمرار التطورات الإيجابية التي تحققت في ليبيا وأن إجهاض الحافز للانتخابات سيمثل لكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد ومع أن الضغوط الدولية والأسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار والأمم المتحدة لم تعد خافية على أحد من أجل جراء الانتخابات في موعدها ترى أوساط الليبية أن هذه الضغوط غير كافية لتنظيم الانتخابات في بلد تتقاذفه مصالح الأشخاص قبل المصلحة الوطنية وتعبث به الحسابات الحزبية والعقائدية والمناطقية